لكن قبل البدء في سياق الحلقة نذكر ما جاء من مصدر البرنامج من معلومات مسربة هناك اتفاق للقوة السياسية حيال القانون الانتخابي الجديد اعتماد الدوائر الصغيرة أو المتوسطة من ثلاثة إلى خمسة دوائر أعرب عن هذا الاتفاق نواف البرلمان أنها خيانة للديمقراطية والثورة الشعبية قانون يجسد الهيمنة المناطقية ويعود بإنتاج ذات الأحزاب إلى مقاليد حكم البلاد والمعلومات المسربة أيضا تتحدث عن محاولات لعدم تمرير التصويت للقانون المجحف والمعلومات أيضا تشير أو تؤكد قبل ساعة من الآن جمع تواقع نيابية للطعن بجلسة التصويت على مقترح الدوائر المتعددة واتهامات للرئيس البرلمان الحلبوسي بارتكابه خطأ قانوني هذه المعلومات أثارت انتباهنا لهذه الليلة